اهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرامي لعدد جديد من حصة عين وحدث عاد الحديث في الايام القليلة الماضية على ضرورة اعادة النظر في اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الاوروبي هذا الاتفاق الذي يكلف الجزائر خسائر سنوية تقدر بحوالي مليار وخمسمائة مليون اورو وهو تقريبا نفس التكلفة التي تتكبدها الجزائر من انهيار اسعار النفط 11 سنة منذ دخول اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي حيزة التدسيد اكثر من عقد من الزمن الى انه لحد الان لم تتضح اي مؤشرات عن فائدة الاقتصاد الوطني من هذا الاتفاق سوى انه حول الجزائر حسب بعض الخبراء الى سوق كبير لاوروبا وكبل الاقتصاد الوطني وعرقل اي عملية تصدير للمنتوجي المحلي نحو الاسواق الاوروبية اذا مشاهدين الكرام في ظل الظروف التي تعيشها الجزائر في ظل الظرف المالي الصعب الذي تعيشه الجزائر هل هذه الظروف مواتية او ستدفع بالجزائر الى اعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الاوروبي هل المشكل في الاتفاق وعدم نجاعة الاتفاق راجع الى منظومتنا الاقتصادية التي لم تساير هذا الاتفاق في حالة ما اذا توصلت الجزائر الى قرار نحو إلغاء هذا الاقتصاد ما هي انعكاساته على الاقتصاد الوطني هذا ما سأناقشه اليوم مشاهدين الكرام مع ظيفايا في الاستوديو يحضر معي الخبير الاقتصادي سيد فارس مسدور أستاذ مرحبا بك الله يبارك فيك ان شاء الله ويحضر معي الخبير الاقتصادي والأستاذ في الاقتصاد سيد العربي غويني أستاذك العادة مرحبا بك شكرا سيد العربي غويني أبدأ بك النقاش عاد الحديث في المرحلة الأخيرة على ضرورة إعادة النظر على الأقل في اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي في ظل هذه الأزمة المالية الخانقة التي تعرفها الجزائر وفي ظل نية الجزائر أو إرادة الجزائر في إعادة بعث عملية الاقتصاد عملية التصدير وفي ظل إعادة بعث روح للمنتوج الوطني هل تعتقد بأنه سيد العربي غويني أنه اتفاق الشراكة نحن ربما في وضعية أين يجب إعادة النظر في هذا الاتفاق في ظل الأوضاع التي تكلمنا عنها بداية دعني أقول لك أتحدث عن لماذا لجأ الاتحاد الأوروبي إلى إقامة شراكة مع دول المغرب العربي من بينها الجزائر في ظاهره عندما تقرأ المبادئ التي أسست عليها الشراكة تجد أنها تدعو إلى أن يكون هناك عدالة وتبادل وتطوير وتنمية شاملة تنمية عادلة بين دول الاتحاد الأوروبي وبين الدول المغرب العربي لكن في باطن هذه الاتفاقية كانت تهدف إلى ثلاث محاور المحور الأول إيقافة أو إيقاف الهجرة السرية والهجرة الغير شرعية التي غزت الاتحاد الأوروبا النقطة الثانية الاتحاد الأوروبي أو دول الأوروبية عملت على لما لاحظت أن السوق المغرب العربي بما فيها الجزائر تتجه نحو المدى الصيني وكذلك كان هناك توجه للولايات المتحدة الأمريكية للسيطرة على المغرب العربي أو شمال إفريقيا إذن هذه العوامل أحركت الاتحاد الأوروبي على إقامة شراكة حقيقية مع الدول المغرب العربي لكن وصول الشراكة في حد ذاتها ينبغي أن تكون هناك شراكة متوازنة معناها طرفي المعادلة ينبغي أن يكون في نفس المستوى حتى تحقق هذه الشراكة أهدافها نحن عندما كانت الجزائر أو أمضت الجزائر على اتفاقية الشراكة في 2005 وانتهت في 2010 في جوان 2010 كان في ذلك الوقت كان يفترض أن نقوم بعملية تقييمية لإعادة النظر في الكثير من المسائل لماذا؟ لأن في اعتقادي وتقديري أن النتيجة كانت معروفة مسبقة لماذا؟ معروفة مسبقة لماذا؟ نحن لم نكن نملك قاعدة إنتاجية قوية وبالتالي كان الطرف المستفيد الأوحد هو الاتحاد الأوربي بطبيعة الحال جميل سيد فارس مصدور استمعت إلى سيد العربي أغويني أعطانا ربما حصائل لاتفاق الشراكة أو الأسباب التي دت فعلت بالاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق شراكة مع بلدان المغرب العربي أستاذ فارس مصدور في 2005 حين تم العقد الشراكة مع الاتحاد الأوروبي قيل أن الجزائر أو هذا الاتفاق غير متوازن ولكن ما الذي يدافع على هذا الاتفاق قيل بأنه سيمنح لنا وسيعطي الجزائر فرصة لاكتساب تكنولوجيا فرصة لاكتساب الخبرات فرصة لاكتساب تبادل الخبرات مع نظرتها المؤسسات مع نظرتها في الاتحاد الأوروبي اليوم 11 سنة سيد فارس مصدور لا شيء من هذا القبيل نعم الواقع أننا تحدثنا أنذاك خاصة بعد التوقيع على الحروف الأولى أو يعني اتفاقية الأولى لهذه الشراكة أنها شراكة غير عادلة شراكة غير عادلة لماذا؟ لأننا رأينا بأن نسبة الاقتصاد من هذه الشراكة وزن الاقتصاد في اتفاقية الشراكة لا يتجاوز حدود 30% 70% هو اتفاق أمني ثقافي وأمور سياسية أخرى وبالتالي فمدام الشراكة هذه ليست اقتصادية بالدرجة الأولى معناه أننا للنجنية الكثير من هذه الاتفاقية لقد ضيعت الخزينة العمومية الوطنية أموالا طائلة من الجباية الجمروكية والجباية العادية نتيجة التفكيك الجمروكي التدريجي الذي تضمنته هذه الاتفاقية الجنب الثاني كان يفترض أن يحدث تأهيل للمؤسسات الاقتصادية الجزائرية ولكن هؤلاء الذين أعطوا أموالا من أجل تأهيل مؤسساتنا هم الذين يختارون الخبر وهم الذين يضعون البرنامج الذي يؤهل من خلاله مؤسسنا الاقتصادية الجانب الثالث أن النقل التكنولوجي لم يحدث فعلا والدليل على ذلك أننا لم نتمكن من إقامة مصنع لإنتاج السيارات إلا بعد مرور أكثر من عقد وبالتالي وهذا يعتبر ثغرة كبيرة داخل هذه الاتفاقية سيد فرزيزور خلينا نتوقف عند هذه النقطة في من يقول بأن الإشكال ليس في الاتفاق في حد ذاته مع الاتحاد الأوروبي ولكن الإشكال في الجزائر في منظومتنا الاقتصادية لأنها لم تستطيع أن تساير هذا الاتفاق وفي من يقول بأن الاتفاق فيه الكثير من الإيجابيات يعني لو استغلتها الجزائر لكانت تستطيع على الأقل أن تحقق نتائج إيجابية والله يشوف نحن تعلمنا في عقد الاتفاقيات ما يسمى بقوة المفاوض عندما يكون المفاوض قويا عند ذلك يجني ثمارا من هذه الاتفاقيات عندما يكون في وضع ضعيف فإنه لن يجني منها الكثير نحن كنا ضعافا أنا ذاك يعني قوتنا في المفاوضات لم تكن بالشكل الذي كنا نتوقعه لذلك أنتجت اتفاقية أقل ما يقال عنها أنها غير عادلة الجانب الثاني أن هذه الاتفاقية كان يجب أن تعدل خلال الثلاث سنوات أو السنتين اللتين الثلاثة سنة 2005 يعني ابتداء من 2007 كان يفترض أن نجلس في مفاوضات التعديل جميع كان يفترض أن نجلس في طاولة مفاوضات التعديل سيد العربي أغويني 2007 لم يتم التفاوض أو لم نجلس إلى طاولة مفاوضات التعديل يوم 2016 11 سنة من هذا الاتفاق لقد تكلمت على كثير من العيوب أو الكثير من الخسائر انتصحها التعبير التي كلفت الاقتصاد الوطني من هذه الاتفاقية اليوم 2016 سيد العربي أغويني هل يمكن أن نجلس إلى طاولة المفاوضات من مرة أخرى لإعادة ربما تحسين وتعديل بنود هذا الاتفاق والله يشوف الآن وضعية الاقتصاد الجزائري في 2016 تختلف عن ما هو عليه في 2015 في اعتقادي وتقديري أن الجزائر يمكن لها أن تؤهل اقتصادها بذاتها ولا يمكن حسب السنوات التي مرت وحسب ما جاء في وصفات صندوق النقد الدولي ووصفة البنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة واتفاقية الشراكة أنها تعمل على مد اليد للدول العالمي الثالث من أجل النهوض بها لم يتم في التاريخ أن انطلقت دولة من دول العالم الثالث وحققت قفزة اقتصادية نوعية باتكال على هذه المنظمة على هذه الهيئة الدولية الاتحاد الأوروبي تحركه المصلحة تحركه البراغماتية وهو وله الحق في ذلك نحن الآن لماذا نلجأ إلى الاتفاق أو الشاركة مع الاتحاد الأوروبي؟ يمكن أن نقوم شاركة مع دول متطورة من غير الاتحاد الأوروبي ويمكن أن نجلب تكنولوجيا بدون ما تفرض علينا هذه الشروط الموجودة في الأوروبي الآن هل السؤال الذي ينبغي أن يطرح في هذه الحالات هل نملك قاعدة إنتاجية؟ هل نملك مؤسسات كما قال الأخ فارس نملك مؤسسات مؤهلة؟ نستطيع بها المنافسة؟ الظرف الحالي 2016 الإجابة بلا نعم الإجابة بلا سيد العربي أغويني تقريبا إجماع من طرف الخبراء سيد فارس مستور على أن هذا الاتفاق لا يخدم الاقتصاد الوطني لا نفهم لحد الآن سبب عقد هذا الاتفاق ولا نفهم لحد الآن سبب عدم مراجعة هذا الاتفاق تقريبا 11 سنة يعني تقريبا إتفاق وإجماع عام من طرف الخبراء على أن هذا الاتفاق لا يخدم الاقتصاد الوطني طبيعة الحال لأننا قلت لك لما مفهوم الشراكة لا حتى من في أدبيات الاقتصاد تقوم الشراكة على طرفي متوازن عندهم نفس الإمكانيات ولكن في رئيس المحلولي لماذا لم يعد النظر في هذا الاتفاق قريبا 11 سنة والله يشوف الآن فيه ضغوط سياسية احتمال كبير احتمال كبير وثانين النقطة الأخرى في اعتقادي والتقديري أننا في 2005 لما تلاحظ مثلا اتفاقية 2005 الجزائر مع الاتحاد الأوروبي آخر دولة وقعت في اعتقادي والتقديري وقعت من دول المغرب العربي ومن دول الشمال الأفريقي هي الجزائر هي الجزائر المغرب وقعت في 96 حيز التنفيذ في 2000 الجزائر وقعت في 2005 حتى مثلا مسألة الإضمام للجزائر حتى مثلا نفس الشيء نفس المنظمة العالمية للتجارة الجزائر لحد ساعة لم تنظم إلى المنظمة العالمية للتجارة وضاقية الدول على تقريبا معظم الدول انضمت إلى هذه المنظمة العالمية للتجارة إذن اعتقادي وتقديري أن هناك تردد لكن هذا التردد لا يبرر أن نقيم الشراكة التي استمرت كما ذكرت أخي طوها 11 سنة إذا قمنا بالتقييم ووصلنا إلى نتائج ووصلنا أن النتائج التي تحققت من طرف الشراكة أنها خسارة كما قال الأستاذ فارس خسارة على الاقتصاد الجزائري إذن لماذا نطالب بشراكة أخرى لا نملك نحن فيها قوة لا جميل لماذا نطالب بشراكة أخرى كنت سأطرح هذا السؤال على دخول في منظمة التجارة العالمية ومفاوضات التي تقودها الجزائر في هذا الإطار سيد العربي أو سيد فارس مسدور سؤال ربما الذي يطرح نفسه فيما يتعلق باتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي هل اليوم بعد 11 سنة ضروري إعادة النظر في هذا الاتفاق أم أنه ضروري إعادة هيكلة مؤسساتنا وهيكلة منظومتنا الاقتصادية لتواكب هذا الاتفاق سؤال ربما بصيغة أخرى هل اليوم ضروري في حالة ما إذا ألغينا اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي لا يكون فيه خسارة للاقتصاد الوطني هذه من جهة أم أنه الأفضل أننا نذهب إلى هيكلة الاقتصاد الوطني مؤسساتنا بما يتناسب مع هذه الاتفاق والله يشوف من العادة أن المؤسسات التي تتعامل معها الجزائر في قضية الاستيراد على ذكر مثلا استيراد سيارات من شركات معينة بعد مرور فترة معينة يفترض أن تلك الشركات تنشئ مصانع لها في الجزائر هذا الذي كان يجب أن تركز عليه الجزائر الآن الجزائر اكتشفت أو استفاقت من سباتها العميق الذي دام 11 سنة وهي تفقد ثروة هائلة كان يفترض أن تنفع الاقتصاد الوطني إذا بنا نقول الآن لقد أخطأنا ويجب أن نراجع هذه الاتفاقية أو نقوم بإلغاء أنا لست مع الإلغاء لأنك مجبار أن تتعامل مع الاتحاد الأوروبي لأنه أقرب إليك من حيث تكلفة النقل وغيرها من المعطيات فقط أن تكون صاحبة قدرة مفاوضة عالية الجانب الثاني أن تمسك النقاط التي من خلالها تضغط على الاتحاد الأوروبي وأنا أرى بأن النقطة الأساسية التي من خلالها يمكننا أن نضغط على الاتحاد الأوروبي هي الهجرة غير الشرعية التي سببت للاتحاد الأوروبي من شكل كبير ويمكن للجزائر أن تفاوض بناء على هذه النقطة الجانب الثاني أن محيط المغرب العربي محيط المشتعل وبالتالي إذا لم يتم إطفاء هذه النار فإنها حتما ستعود بالسلب على الاتحاد الأوروبي الأمر الثالث الاتحاد الأوروبي مجبر على أن يتعامل مع السوق المغرب العربي والجزائر أكبر سوق لهذا الاتحاد كسوق مستهدف نحن نصدر واحد مليار هو يصدر عشرين مليار يعني معادلة غير توفقية وغير مقبولة تماماً الآن نحن مطالبون أن نقول لأنفسنا استفقوا قبل أن نغرق بناء على اتفاقية أخطأنا في بدايتها وكان يفترض أن تكون اتفاقية اقتصادية بالدرجة الأولى ثم أمنية بالدرجة الثانية ثم أمنية بالدرجة الثانية سيد العربي أغويني ربما كسؤال أخير في نهاية هذه الحصول سيد العربي أغويني فيه لقاء بين الوزير الأول عبد الملك سلال والمفوذية فوذية الاتحاد الأوروبي في ما يتعلق بهذه الشراكة تكلموا على اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي سيد العربي أغويني ربما سؤال الذي يطرحه المشاهد اليوم الجزائر وبالنظر إلى المعطاية التي تكلم عليها أستاذ فرس مسدور هل الجزائر اليوم في موقع قوة للتفاوض لتحسين هذا الاتفاق أم أننا اليوم في موقف ضعف وربما السؤال الثاني هل الجزائر ستفاوض ربما بنفس الطريقة وما هي الأمور التي يجب أن تركز عليها الجزائر حتى تتجنب الأخطاء التي ارتكبتها في مفاوضتها خلال 2005 كما قلت لك الأخ رشيد أن مرحلة 2005 ليست مرحلة 2016 هناك استفاقة هناك تطور للاقتصاد الجزائري هناك في المرحلة الأخيرة الأخ رشيد لمسنا هناك إرادة حقيقية للدولة أو للحكومة من أجل إقامة مشاريع اقتصادية مصانع إلى غير ذلك الاعتماد مثلاً التطوير القطاع الفلاحي إلى غير ذلك من المشاريع هناك إرادة حقيقية لمسناها بعد أزمة تنهيار أسعار البترو كما يقال ربضارة نافعة الآن المعطيات الإقليمية تؤهل الجزائر لو اغتنمت الفرصة تؤهل الجزائر لتفرض شروطها على الاتحاد العلبي الآن لا يمكن لما تشوف مثلاً موقع الجزائر في المغرب العربي أو في شمال إفريقيا أو حتى في الدول العربية الجزائر تنعم باستقرار أمني وسياسي هذا الاستقرار هذا الذي تفتقده الكثير من الدول نقطة ثانية لما نتحدث عن الاتحاد الأوروبي ليس هو الاتحاد الأوروبي في 2005 العديد من الدول الأوروبية تعيش كذلك أزمات قصادية صحة العديد من الدول الأوروبية تعيش مسألة الكاسات العديد من الدول الأوروبية تبحث عن الأسواق لتسويق منتجاتها إذن نمتلك بعض النقاط القوة التي يمكن استغلالها في عملية التفاوض مع الاتحاد الأوروبي وجعل النقطة الأخرى كذلك نسيتها لا تنسى أن الجزائر بوابة لإفريقيا معناها يمكن أن الكثير من المنتجات الأوروبية تمر لإفريقيا عبر الجزائر إذن نمتلك عوامل نمتلك معطيات مؤشرات قوية للاقتصاد يمكن استخدامها أو استخدمت أحسن استغلال في المفاوضات ويمكن أن لا يعقل أن نكرر نفس الأخطاء في المفاوضات أن نرضى بما جاءت به اتفاقيات أو أملة شروط ممكن أن يكون هناك شروط سياسية يمكن أن يكون هناك شروط ثقافية لكن من ناحية الاقتصادية في اعتقادي وتقديري يمكن الجزائر أن تحسن من هذه البنوط وتجعل هذه البنوط شراكة صالحة للاقتصاد الجزائر جميل أستاذ فرس مسدور الجزائر أو لمسنا إرادة حقيقية من طرف السلطات المعنية على الأقل لبعث اقتصاد وطني في ظل هذه الأزمة المالية إنهيار أسعار النفط يعني على الأقل ربا لارة نافعة كما قال الأستاذ العربي أغويني أستاذ فرس مسدور كيف يمكن في ظل هذه الوضعية التي نعيشها اليوم أن نستغل اتفاق شراكة أنت قلت أنا ضد إلغاء هذا الاتفاق يعني كيف يمكن أن نستفيد بطريقة أخرى من هذا الاتفاق على الأقل في هذه الوضعية حتى نبعث باقتصادنا أم أنه الأمر سيبقى دائما معارق لبعث اقتصاد في الجزائر أنا أرى بأنه أكبر خطأ أننا نظن بأن الاتحاد الأوروبي هو فرنسا الإقتصاد الجزائري ركز كثيرا في التعامل مع فرنسا لا أدري إذا كان هذا الأمر مقصود أم نحن مجبارون على ذلك ما يخيفني ويدفعني إلى أن أتكلم هذا الكلام هو أن التقارير للغرفة الفلاحية الفرنسية تقول بأنه خلال العشر سنوات القادمة ستكون الفرنسا هي المصدر رقم واحد للقمح بنسبة 70% ورغم أن جهود نحن في تطوير قطعنا الفلاحي تقول بأن نستغني عن الاستيراد من خالج ونصبح مصدرين وهذا الذي كنا عليه من قبل الأمر الثاني عندما نتكلم عن الاتحاد الأوروبي نتكلم عن ألمانيا نتكلم عن مشروع ديزر تيك الذي ضع من بين أيدينا نتكلم عن الطاقات المتجددة نتكلم عن البدائل عن البترول عندما نتكلم عن اتفاق شراكة نتكلم عن تطوير المعرفة في الجزائر يعني والاحتكاك مع الجامعات الأوروبية عندما نتكلم عن الاتفاق لا بد أن نعيد النظر في كل بند من بنوده لكي نعطيه متسعا أكبر هذا ليس على أسس أن يستغل لنا الآخر وإنما أن نستفيد منه أكثر مما استفاد منا على الأقل يكون تصحيح للأخطاء التي ارتكمناها من قبل شكرا جزيلا لك الأسيد فرس مسدور شكرا موصول لك الأسيد العربي غويني على هذه الشروحات والإرحات مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة عين وحدث كان موضوع عدد اليوم ماذا يستفيد الاقتصاد الوطني من اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي متابعة طيبة مع برامجي أنت نهار ألقاكم غدا إن شاء الله السلام عليكم